السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى ايه هنخلص المشهد بتاعنا من جوميع جوانبه بس التركيز في الاول هيكون على الاضاءة بالنسبة بقى للاضاءة في ناس بتفكر بطريقة واغلب الناس بتفكر بالطريقة التانية اللي احنا هنشتغل بيها اغلبا في ناس تقولك طب انا دلوقتي عاوز اصمم الفراغ بتاعي بحيس ان الاضاءة بتاعتي اللي في الفراغ تبقى هي هي نفس الاضاءة اللي موجودة بالفعل في الواقع فهل الموضوع ده بيفرق قوي ولا لا ولا دي اسطورة ولا ايه الكلام يعني هل احنا فعلا بنهتم بالتفاصيل دي لدرجة ان احنا نشوف وحدة الاضاءة دي بتطلع كام واط مثلا او الايفيشنس بتاعتها كام لومن هل بنهتم بالقصص دي انا تقريبا مفيش شغلانة حد كلمني في الحتة دي خالص يعني دايما لما حتى لانه يمكن انا عشان مش متخصص في الانتيرير ديزاين يعني انا الانتيرير ديزاين ده بحكم ان انا مهندس معماري فساعات بيتطلب مني ان انا عمل داخلي يعني انا اغلب شغلي خارجي اكتر او انفلوب ديزاين وسبيس بلاننج اللي هو بلاناتك بقى وتقسمها والجاو ده وترسم رسوماتها اندساء يعني الشغل المعماري اللي هو الخالص بعيدا عن الديكور انت دلوقتي بالنسبة للاضاءة الحقيقية يعني اللي هو انا فعلا هحط الكلام ده في الفراغ بتاعي هل البرامج اللي هي بتنشتغل بيها بتدينها الامكانية دي مش عايز اقول لكم ان 3DS Max كان حاطت اداة ممتازة جدا للحكاية دي وللأسف انا مش عارف هي بتشتغل ولا لا الصراحة اللي هي الفوتو متريك جايد دوت او اللايت ميتر هيلبرد ده كان بيحط لك الاضاءة بتحصل فيها ايه بالسودو كالر او الكلام ده هنشوفه في بلندر وتقدر كمان انك انت تعمل تشوف بتاعت الاضاءة اللي انت حاطتها يعني فعلا بتمبلتس موجودة يعني تحطه لامبا 40 واط لامبا 60 واط لامبا 100 واط وهكذا فتقدر انك انت تحط الكلام ده بالكاندلا او اللومن او اللاكس يعني هتقدر انك انت تحط ايه الوحدات وغالبا اللومن هو اللي احنا بنشوفه يعني بتشوف العلبة كده هتلاقي اللومن ده يمكن الوحدات اللي احنا بنشوفها في العلب عندنا في مصر يعني يعني انت لو جبت تشوف اللامبا هتلاقي القدرة بتاعت الايه الاضاءة تمام فالresulting intensity ده يتلاقي اللومن بتبقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين فهو بلندر شغال بي ال incandescent تمام يعني انت ال incandescent light bulb بتبقى 900 لومن لل60 واط بالنسبة لللد بقى القصة بقت مختلفة زي ما انتوا شايفين الفلورسنت واللد بقت 15 واط وساعات بتبقى 7 واط كمان يعني فبالتاني انت عندك variation في حاجة اسمها ال efficiency او ال efficiency بتاعت الكفاءة يعني كفاءة الاضاءة بتاعتك يعني هل فعلا لومبا 15 واط من اللد هتبقى زي ال incandescent لا بتبقى تقريبا العشر كمان ساعات بتوصل ل 10% من ال واط او الاستهلاك من بتاع الايه ال incandescent اللي هي المرأة او الحاجات دي تمام فانت عندك blender شغال بالواط اللي هي ال default اللي هي بتاعت ال incandescent تمام فانت ساعاتها بتحسب بالجدول ده وطبعا زي ما انتوا شايفين الحسابات بتاعتها ايه بقية خشوية اا يعني ال power وبعرفش ايه وطلخ وكلام يعني فاكسان فانت خد الجدول اللذيذ ده يعني واحسب على اساسه يعني احسب على الاساس ده وخلاص يعني انت شوف مثلا اللمبة اا كتب لك مسلا الف وسبعمائة واط خلاص انت اكتب مية وعشرين في blender كده مية وعشرين وخلاص وراح دماغك يعني انت بكتوب في اللمبة مسلا الف وثمنمية حط مية وعشرين وخلاص او الف وسبعمائة حتى مش هتفرق يعني مية وعشرة مش هتفرق من مية وعشرين تمام عادي يعني مافيش مشكلة ده لو انت عايز تخوش في القصة دي بقى بايه بابا بشكل عميق شوية تمام فهو كده كانك حطت لمبة ماي وعشرين اا اا بتانيه بقى انا ليه بقى مش مقتنع بالحكاية ده انها تبقي بال 해도 بالصورة يعني ان انت وات سبوتات مثلا يعني او 15 وات او 3 وات بقى لو هي لد طبعا هي اغلبها بقى تلد دلوقتي. خمسة وات اربعة وات الكلام ده. فانت خمسة وات اربعة وات اللي هي هنا خمسين ستين على فكرة يعني او اربعين يعني على حسب بقى انت تشوف تشوف انت ايه الاضاءة بتاعتك ماشي ازاي. فانا حاسس ان الموضوع بالتقريب كده اه افضل. يعني انت ممكن تقول له اه اوكي حط اللمبات بالواتج ديت وخلاص ورح دماغك. لان انت اخد بالك هي مش مؤيسة ان انت هتفرق معاك قدرة اللمبة بالشكل الخرافي ده لو هي انت جبت مثلا ايه من اربعة وقت لكم سوات يعني الراجل مش هيتحرق مسلا ويحصل له ضرر نفسي لو الموضوع زاد من خمسين لاربعين يعني مش هتفرق كتير هي هتفرق بس ايه مش يعني يعني فده انك انت ممكن تعمل تصميم للاضاءة بجد بجد الجدول ده يعني انا هحط لكم اللينك في بس هو انت ممكن تعمل تسارش على جوجل لو من توات الكالكولاتور هتطلع لك الكلام ده كله. فانت بتاخد الكلام ده اللي هو لانه هو بلندر شغال بلندر اللي هي الديفولت كات زماني ده حتى في الماتيريال يعني هو ميزة بلندر انه بيوحد الوحدات في كل حتة يعني الارقام دي مش مش مينيجلس لا دي فعلا شغالة بيونتز اه وزي ما شوفنا احنا في الديس بلايسمينت ماب اللي هي كنا اشتغلنا في 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 الماس نودز العقدة الرياضية راجع الدرس ده كويس لانه فعلا كان في حاجات ضريفة كتير طيب فلو انت حتى حطيت اللي هو العادي هتلاقيه بالواط فالواط ديت معناها واط برميتر سكوير فبلندر هنا مختلف شوية عن الريندر الثاني في القصة ديت عشرة واط يعني عشرة واط مالهاش دعوة يعني هو مالهوش دعوة العشرة واط فعلا عشرة واط بجد بصوا لو كبرت الريديس الاضاءة هي هي يعني قدرة الاضاءة هي هي اللي بيفري بس اللي هو اللي معاني الحيطة بس هو ده اللي بيختلف لكن مش بيختلف قدرة الاضاءة يعني مش كل ما كرة تكبر زي كورونا ريندر مثلا او في راي بيحصل ان الاضاءة بتاعتك بتكبر فهو واط برميتر سكوير فعليا يعني مش مش اللايت انرجي بجد بعيدا عن حجم وحدة الاضاءة فدي ميزة خطيرة جدا تقدر انك انت فعلا تحدد للعميل هو يحط لمبات بوحدات عاملات زي وزي ما يعني هي هنا الاكيورسي او الدقة مش مطلوبة قوي يعني هي مش هتفرق العشرة واط مثلا من خمستاشر يعني مش مش هتفرق كتير يعني لكن مثلا تعالوا ان نجرب مية واط اللي هي عشرة واط بالمناسبة في الليد او خمستاشر او يعني في الرينج ده هتلاقي ان انت ايه الاضاءة بتاعتك هي بقيت شغالة بس لما تيجي مثلا تقول ايه تسعين هل حسيت بفرق ما حسيتش تمانين يعني انا لو دركت كده بصوا اتلاقي يعني الفرق مش بيبان لغاية مثلا ستين اهو الى حد ما ضاعفت شوية لازم بقى اقل الجامد اوي يبقى فيه فرق قوي جدا يعني زي مثلا ايه من طبعا بصوا من عشرين لمية لا بدأ يبقى فيه فرق طبعا لكن من مية لتسعين مفيش فرق يعني انت لما تقول له جيب لمبة اه عشرة واط او تسعة واط او الكلام ده كله ايه يعني اكوردنجلي للجدول ده مش هيفرق يعني فانت شوف قدرة اللمبة هتلاقيوها مكتوبة في العلبة يعني مسلا لو لقيتها تسعمية اه يبقى انت تكتب الرقم الجميل ده اللي هو ستين يبقى دوت ايه اه لمبة ستة واط او سبعة واط لد تمام فبتشوف انت القدرة لو انت مسلا لقيتها الف وتمنمية في العلبة معنى كده اه واخمستاشر واط فكك من الليد بقى يعني فكك من الليد ان هو مسلا مكتوب الف وخمسمائة مسلا هي مكتوبة خمسة وعشرين واط ليد او فبالتالي انت هتقول ايه لأ مية واط يعني انت هتكتب الرقم ده تمام ده بالنسبة لاستخدام الجدول بتاع اليومن ببساطة وهدوء ما تقعدش بقى تكعبيل الدنيا يعني هو انت العميل اللي عايز منك ايه هيقول لك حط لمبة كمات ده لو طلب يعني ده لو قال اصلا لكن هو لو طلبه اديك عرفة الطريقة في بلندر في برضو كويس جدا اعتقد انك انت تشوف الفولس كالر الفولس كالر بيديك السودو او سودو رندر ان هو الرندر الزائف يعني ان هو بيديك درجات الادواء بتأثر الزائف الفراغ يعني زي ما انتم شايفين الهوت سبوتس بتاعتك حوالين الرينج ديت هتلاقيها لونها احمر وبعد كده بيبدأ يصفره يدخل على الازرق وهكذا يعني التدرج اللوني ده زي ما انتم شايفين فده ايه الربريزنتيشن شبه الحراري يعني بس ده لقوة الاضاءة مش للحرارة طبعا يعني مش السيرمي مش مش الاضاءة الحرارية شبه الاضاءة الحرارية شوية تمام بس دي لشدة الاضاءة فده لو انت يعني راجل احاوز تعمل ديزايل بقى يعني قوي يعني اوكي حلو خالص نرجع بقى لرفيلمك طب هتقولي ايه الفيلمك يعني ايه ده يعني بيعمل ايه اه ده الفيو ترانسفورم زي ما احنا شفنا ده الستاندرد ده القديم ده بتاع بلندر زمان ايه اه بيشتغلوا اه الناس بالستاندرد فكدت مسلا لما تلاقي الدنيا لسعة كده فبتحول بقدر الامكان ايه اه تقلل الواتج بتاعتك بالطريقة دي عشان تقلل اللسعة يعني شوية اه لكن احنا دلوقتي بقى معانا فيلمك هايلايتس دي بتديك رياليستيك اه ابروتش على طول اه ديناميك رينج عالة واضاءة افضل اه بدون اه مشاكل يعني تقدر تحط اي اي حاجة يعني تحط حاجة عالية جدا وتلاقي لا الاضاءة مستحملة وشكلها كويس الصورة لسه ملاساعدش فهو الفيلمك هايلايت حلو جدا في الفوتورياليستيك ابروتش لكن لو انت هتشتغل بقى موشن جرافيكس والكلام ده كله طبعا بتخلي الفيلمك ده ستاندرد يعني ده عشان تلاقي الالوان بتاعتك هيا هي يعني ما تلاقيش فيه تزييف الالوان تمام فهو الفيلمك دوت هو ده اللي احنا بنشتغل بيه اوكي طيب اه بالنسبة لقصة اللوك اللوك بتاعتك ممكن تخليها هاي كونترست هاي كونترست غالبا بيديك اللي انت عاوزه بس انا ساعت بميل للمديم هاي يعني ساعت بحس انه هو ايه كويس وبعدين ممكن هتحكم في الكمبوزيتنج في قصة الالوان اللي هي ال Saturated اوي دي او الكلام ده كله طب حلو اوي نبدأ بقى ننزبط الاضاء احنا عاديين نرجي كتير كده ااحنا هنحاول بقى ايه نزبط الاضاء بتاعت المشهد ده على حسب يعني اه 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 الى حد ما تزاين ابروتش بس سواء انا شايف ان الارتسيك ابروتش مش مضر اوي على فكرة خاصة لو انت ماشي بالدفولت في الاكسبوجر والجامة والحاجات دي او مش بعيدة عنها قوي يعني ممكن تزود الاكسبوجر شوية حاسسا ان انت عايز الصورة تفتح لان انت ما فيش معايير معينة للكاميرا اللي بتصور يعني تمام بس زي ما قلتلكو يعني عشان تبقى ماشي مظبوط الى حد ما يعني تبقى بتتابع الجدول ده حلوة خالص دلوقتي نبدأ نعمل بقى لايتنج لطيف فاحنا هنحط دي مثلا اليعني هنا في وحدات اضاءة طبعا انت لما بتكمل الفراغ بقى كله الاضاءة بتاعتك بتبان هل هي كده مظبوطة ولا فيها مشكلة اوكي فاحنا عشان نعرف الاضاءة بتاعتنا ماشي ازاي طبعا بنشوف الاول اكبر اضاءة او يعني الاضاءة اللي هي الايه البيزيك اللي هي ايه اللي جاية من برة فتعالوا نشوف كده الدنيا ماشي ازاي طبعا في حاجة تانية بالنسبة الاضاءة اللي برة هنعمل اوبديت بس او نعمل تشيك كده على ده موجود جوبا بلندر عادي ده بيحدد مكان الشمس بالزبط ده لو انت بقى راجل عارف مقرف زيادة او اللي عميل يعني مزعالك جامد هتحاول انك انت تزبط بس في حالة انك انت تشغل ده اشتغل في حالة يعني دول انساهم بقى لو انت مشغل الجدعة ده تمام لانه هو بياخد بالقيم اللي موجودة هنا ما بياخدش بقيم اللي موجودة في تمام فتعالوا كده نزبط اللاتي تيود واللونج تيود بيحس ان احنا ايه ده ده كده خط الطول وخط العرض عشان تحدد مكان الحاجة اللي انت شغال عليها يعني انت مثلا في مصر هتحط اللاتي تيود واللونج تيود على حسب انت بقى في القاهرة في اسكندرية يعني في اي مكان وبتحط الكلام ده هتبقى مكان الشمس مظبوط بالملي زي ما انت عايزه في وقت معين من السنة في سهم الشمال هو هنا الخطير شوية موضوع سهم الشمال لان انت كده كده الشمس ايه بتشرق من الشرق يعني ده اكيد يعني اللي ازا بقى حصل حاجة يعني فبالتالي انت كده كده سهم الشمال هو اللي بيحدد الشمس دي هتطلع ازاي وهتنزل منين وكل الكلام ده بس احنا في الغالب يعني احنا بنحط اللي ده في المكان اللي هتعمل فيه تأثير لطيف وخلاص يعني ما بنهتمش قوي الشمس داخل لبنين خاصة في فراغ داخل قوي جوه كده يعني هنا الديي لايت مش هامل يعني مش هامل شغل يعني تمام تعالوا كده نشوف الاضاءة مش هزاي طبعا الاضاءة دي نيلة خالص دي كده في الغروب فاحنا نحاول ان احنا نلعب في الوقت شوية بحيث ان احنا نلاقي وقت ايه لطيف تقدر ان نور الفراغ بتاعنا بس ها في نفس الوقت انا مش عايزة نور الفراغ اه بالديل عايت اه جامد يعني انا عايز بس ايه يعني اه تاتش كده اه تاتش لزيز مش هكدر اه اللي بيأثر في اه الشادو بتاع الشمس باه القيمة ديت اه فلو احنا خليناها هي يعني معرفش دي فيزيكال كوانتيتي ولا لا دي زي ما انتم شايفين دي شدة الشمس فتعالوا كده نشوف الضل بتاعنا هيدخل منين هو الضل بتاعنا كده فعلا داخل بس ايه اه مش داخل لجوه فانت ممكن لو حابب بقى تروش ممكن تخلي ايه بتاعتك قليلة كل ما بتقل كل ما الشمس بتدخل كده واعتقد ان انت اه انك انت تلعب في دي يعني مفيش مشاكل يعني اللي هو الوقت ما توصل لحاجة بليزنت او حاجة شكلة لطيف يعني اه ممكن حتى ايه فاها شوية بحيس ان ايه اه دي حاجة ترجع لك بس انا اعتقد ان احنا مش هنشتغل بيه الدي لايت لانه مش مدي تأثير لطيف قوي انا اه تحاول بقى تنزل بالصن شوية اه بتقدر على فكرة تتحكم في اللون بتاع الشمس من هنا يعني انت لو عاوزوا مسلا اوكي في وقت الغروب بس اه الاير قليل اللي هو انت مسلا على كوكب المشتري وانا حاجة ببقى الادام بتاعتك بالمنظر ده اللي هو انت في كوكب المريخ بقى يعني حتى بصوا السماء بقى ما فيهاش هوى خالص يعني كانك في الفضاء اه فبالتالي انت بتزود الاير شوية بتلاقي الدنيا زرقت يعني اه ولما بتزود الاير قوي بتلاقي الدنيا تحمر الشفق يعني بتاديك شفق اللي هو ايه منظر الغروب كل ما بتزود الاير كل ما بيكون منظر الغروب اه اشد يعني اللي هو اللون الشفق الاحمر الجامد ده. تمام? اه بس اعتقد ده المنطقي او الفيزيكل. اه لذيذ اوي. طبعا ممكن تقلل بتاعت عادي يعني بتخليها لغاية ما تحس ان هي اوكي يعني هادية ولذيذة. يعني ممكن تعمل الحكاية دي. بتاعتك عالية عادي جدا. او ننزل شوية مسلا او ونطلع سنة وهكذا. زي ما انت عايز. انا اعتقد كده لطيف يعني. انا عايز الدنيا ما تبقاش منورة قوي يعني. بس مجرد انها هتدي ايه كده. ممكن حتى نزود الاوزون شوية ده بيزرق الدنيا شوية. يعني انت لو طالعنا برا هتلاقي الدنيا ايه بتزرق اه جامد. يعني لما انت بتزود الاوزون السماء بتزرق اه اكتب. تمام? خلي الاوزون واحد مش هتفري كتير. عايز تصفر الدنيا بقى الاير. عايز يعني تكونتراست الدنيا تددي داست اكتر. يعني الاتربة. يعني الاتربة اللي في الجو. مع ان انا اعتقد ان الاتربة في الجو المفروض تدي اه بلوري ناس شوية. طيب. ممكن ممكن تنزل الشمس شوية كده او. وتزود بتاعها جامد. يعني بحيث انها تديك ايه? فولوف كده. يعني اه المغربية كده. وصعت العصاري مع كوباية الشاي وتجوه ده. ممكن برضو. اه وتزود الاوزون دي لو حابب. يعني على اساس تدي شوية ضل. ممكن نقلل سنة بتاعها. والاوزون دي تاني. بحيث ان احنا ايه. يعني تقدر انك انت تتحكم في اللايتنج بتاع الشمس اللي جاي لك من بره من هنا. بس ايه الصراحة بفضل انها تبقى عالية. يعني بحيث انها بس تدي هيز كده ايه من تحت فقط. تمام? طيب. هو انا اعتقد ان احنا بقى محتاجين كمان نضيف اه اضاءة. يعني جاية من الريسبشن من هنا. يعني شوية. اه بحيث انها تدي اه زي الكنبة. يعني بالطريقة دي. فطبعا انت لو او انت هتامل وحدة اضاء وتزبط على اساس ان هي تبقى مثلا الكنبة هنا. لكن انت ممكن طبعا لما انت بتوصل لدزاين ابروتش كويس. بتقدر انك انت تعتمد فعلا على الاضاءات اللي موجودة في الفراغ. اه بشكل فعلا هو هتطلع كده. يعني مش مش هزار مش ان انا عشان اطلع الصورة كويسة يعني. فبالتالي هتروح دايس على الكورسور كده وتجيب جديد. ان يجيب اريا. تمام? والاريا دي بقى احنا نحاول ان احنا ناخد التوتل بتاع الاضاءة التقريبية. يعني اللي هو هيتطلع من الفراغ في حالة ان احنا عملنا وحدات اضاءة هنا. يعني اللي هو ان شاء الله. والف الف مبروك. تمام? اللي هو ايه? هنحرك ده شوية كده نكبره. قال يعني ايه? اه سوفت لايت جاي بقى من لمبات نازلة من هنا ان شاء الله يعني. تمام? فبالتالي هتبقى اكيد اكتر من مئة واط يعني. ممكن تبقى مثلا وصلة لتلتمية واط. الجاي من الفراغ ده مثلا. هتحس ان لا تلتمية واط كتيرة مثلا او كده. اه قلل مفيش مشاكل. يعني اه فده بيدي مثلا او كده. فانا اعتقد ان انت في الحالة دي هتبقى يعني اللي هو انت على حسب زوءك. يعني ممكن تخليها مئة وخمسين مثلا. اه تكون كافية. لا ممكن تلتمية. اه ممكن تخلي الظل بتاعك اكتر. يعني يبقى متشتت. تيجي من الجنب ده شوية اكتر بدل ما هي ايه. اه يعني بدل ما هي مسلا جاية من من بعيد براحتة خالص يعني. فبالتالي تديك ايه الشكل ده اللي هو يبقى فيه ضاقة. بس انا احسس ان الاضحة دي او كأن فيه شمس. وعلى فكرة في ناس مسلا ايه تعمل الحكاية دي ان هي تدي شكل او منظر يعني. اه بس فاحنا ممكن نقللها شوية عشان اكيد الدنيا مش 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 ولع قوي كده يعني. او ماتين وخمسين واط. تمام. اه فبالتالي ده كده كأن فيه اضاقة من هنا. ساعات لو انت اديت بقى كالر بلاك بادي. بلاك بادي انا بدوس ال علشان هو محطوط تحتي خطي. يعني لو انت عاوز مثلا جريدي انت بتدوس جي. عايز بلاك بادي. اه بتدوس ال. اوكي بدل ما عده ادور عليه زي ما انا بعمل دلوقتي. تمام? اه اه ده اختصاره بالنسبة ليه الماتيريالز. يعني انت حتى الماتيريالز اللي هي اختصارات. اللي هو بي. فعشان كده بلاك بادي بنديينه ال. عشان ان هو مش يعني مش هينفع لهم هيددونه بي. لان بي واخده تمام? فانا هدوس اه ال. كده. تمام? فهيدديني بلاك بادي تنبريتر. فهندي مثلا ستلاف وكمسمائة. ساعة من ال من الاضاءات اللي هي بتبقى ظريفة. او سبعة تلاف وكمسمائة تبقى مزرق اسنة. اه بس فبتديك ضوء ابيض. هم بيسموه ابيض في السوق عندنا. تمام? اه ودورة كده ايه اللمبة التانية دي احنا معملناش حاجة. احنا حدناه وربنا يكرم. فممكن تبقى مثلا مية وخمسين واط. اللي هي خمستاشر واط يعني بالنسبة لهيه الليد او مية اللي هي خمستاشر واط برده. مية ما فرقتش كتير قوي بس اه يعني احنا بالنسبة بتاعنا بتفرق شوية. حلوة قوي الكلام ده. فكده احنا لحد ما زبط شوية. اه فبالتالي احنا ممكن نشوف كده. طيب ايه رأيكم كده نحط مسلا واحدة اضاءة تكون منورة ده شوية او اي اي اس. بما ان احنا محطناش اي اي اس وانا بقى فكر جدية احط حاجة فوق هنا لان انا حسس ان البرتري ده محتاج حاجة تساعده شوية. فتعالوا نجرب كده. احط اي اي اس اه جوه هنا. اوكي. في الدنيا الضلمة دي. او طبعا مش منطقة ان الفراغ ده يكون مضلم كده. فاحنا ممكن نحط مسلا ايه? اه بوينت مسلا. وبعد كده نكبره جامد فحت. اساس يعني. قال يعني هنا في اضاءة للفراغ. اكيد هتفرق شوية. اه في الضلال اللي جاي من هنا بالزيت. يعني لو اخلينا هزا ستة الاف. بص هتلاقيها نورة. اخليها الف بس. يعني اعتقد الف كويس. ونخلي البرتشن لزق في الارض سين لعشان ما يبقاش فيه ليت ليك. او زي تسريب من الضوء جوه. فده يديك اللي منيش لطيفة يعني. ممكن نخلي الاي اس بقى في فوق البورتري دوت او حاجة. اا يعني على اساس انها تدي منظر حتى لو مش هننورها بس. عشان الناس برضه تعرف الاي اس بيتحط زي في بلندر. هنروح هنا كده ونجيب اد ااا وبعدين بوينت. اوكي. البوينت دي بقى تخلي بتاعها بصفر. تمام? وتخلي الباور بتاعك بواحد واط. هنشوف ليه دلوقتي. لان هو الاي اس بيبقى نازل بالباور بتاعته. ااا الفيزيك الكوانت دي يعني. يعني انت لو عاوز تشتغل مزبوط زيادة ممكن تشتغل بالاي اس بس. يعني تعرف الاي اس بتاعته كم واط وتجاوه ده. اا بس يعني اا انا هشتغل بالاي اس بتاع كورونا اللي هو اا بشكل بحث يعني. او ما يعتبرش فزيكل. فبالتالي هنروح على اا هنروح على وبعدين ايه نجيب اي اس اا اعتقد ان لها اختصار برضو. لا ملهاش. فندوس عليها كده اي امكان. وبعدين هنجيب اي اس اا يعني بس اعتقد ان هو الاكسترنل هنا بالنسبة لنا هيكون افضل. عملي اكتر يعني. وندخل على اا سي. اا يعني انت لما سطب كورونا هتلاقي في مجموعة كده. اا فانت ممكن تخش على اا مواقع الانباط والكلام ده اللي بيبقى زي فلبس مثلا هتلاقي في فايلات اي اس بالعبيد. يعني لو انت حابب يعني. اا بس انا بفضل يعني ان احنا ايه نشتغل بالحاجات اللي هي بتاعت كورونا دي لطيفة. اا فبالتالي انت كده الاي اس بتاعتك الترجم انت. مهم اقوي تخلي الرادياس بصفر. لان انت لو خليته اكبر من كده بيدي اا هيس. ما بيديش الاي اس بدقة كافية. فانت عشان تشوف الاي اس بجد بتخلي ايه الرادياس بتاعك بصفر. وتحاول تبعد هلوقت ما تحس ان ايه الاضاءة بتاعتك الى حد امامة دي الفولوف اللي انت عاوزه. اا ممكن نغيرها شوية نشوف مسلا. وايد برايت. لا دي وايد قوي. اا نخليها مسلا. يعني حتى على فكرة درجة اللون ساعات بتتغير. كاتب فمش عارف هل ده بيأثر في الكالر. بس ما اعتقدش يعني. اا يونيفورم. يعني هو ده اعتقد لطيف. يعني اا انت طبعا دي حاجة ترجع لك انت زوقك انت. تمام. اا الوقت هنا بقى مش هيبقى خالص. يعني انت تتحكم من اكتر. وهو بيبقى جواها بتاعت الاضاءة نفسها. لان هي بتبقى فيه للضوء نفسه. فانت ممكن لو حسيت تقلله تقلله شوية. وهكزا. الوقت ما توصل للقصة دي. هو بس مشكلة برضو انه مش بيشتغل في اي في. يعني لو انت حبيدت ترندر المشهد ده ب اي في. اا كده او. يعني احنا ممكن نروح ل اي في ونشوف هل المشهد يطلع بنفس الشكل. اا هو اكيد لا لان ال اصلا مختلفة. يعني بص ده كده اي في رندر. هتلاقيه مختلف شوية كابروتش بصو. يعني شكله فعلا عجيب جدا. مش زي مش زي. بس بقى السرعة كلها. يعني بتلاقي السرعة بتاعتك عالية جدا. اا هنروح بقى على سكرين سبيس ريفليكشن ونخلي الرفريكشن كبان شجال. بس اهو. يعني تقدر انك انت تعمل بتاعك على سايكلز وترجع على اي في. وتضبطه تاني. يعني بحيث ان انت توصل للايتنج ابروتش افضل شوية. لانه طبعا مفيش باونسز فهتحتاج تعمل حاجة اسمها الاردينس. اا الاردينس بي. بس هو فيه احتمال كبير ان احنا ندخل في عصر جديد لإيفي بالاس اس جي اي. هحط لكم اللينك بتاعه برضو في الدسكريبشن تحت. اس اس جي اي. كده او. بس هم بفضل ان انا اسايف الاول. علشان ايه. الفكرة ان لو انا سيفت على كده. اا الماتيريالز بيحصل فيها شوية تعديلات. على اساس ان هي تبقى ايه. اا يعني مناسبة لي الاس اس جي اي ابروتش. فهنعمل ايد اس اس جي اي. هتلاقي ان المشهد بتاعك اختلف شوية. هتحسه اكتر من اا من غير اا جي اي يعني. ونشوف حتى الشكل يعني التجربة دي. للناس اللي حابة ترندر بييفي يعني بدلا ما ترندر بسايكلز بياخد وقت طويل. خاصة في الانيميشن يعني. اا ممكن ترندر بالآ اي في. وهيطلع نتيجة مش وحشة يعني. اا اا وهو اي في محتاج مجهود لان انت كمان بتبقى مضطر انك تشتغل بالآ اي اي اس. اا سهر من غير اي اي اس وشوية حاجات كده تانين. وزا ما انتم شايفين يعني مشهد بسيط زي ده. بيحمل شوية. علشان بيحاول الماتيريالز كلها. فهياخد سنة كده قبل ما يخلص. تمام هو يعني ملحقش. انا حتى ما عطعتش. بصوا هتحسوا ان المشهد الى حد ما قريب شوية من سايكلز. يعني لو احنا عملنا بوست كده. اهو. بصوا. يعني شوية. هتحسوا رياليستيك عن قبل كده حبتين يعني. فيه الديفيوز او جي اي ممكن تزوده وتقلله شوية. بتاعه. حيس ان انت ايه? تاخد بتاعك. فانا شايفه لطيف جدا على فكرة. يعني تقدر انك انت تتحكم في حاجات كتير. هيرجع المشهد زي ما كان. بصوا الفرق. لا فيه فرق جامد في الشكل الاضاءة. اه من غير الجي اي او من غير اللي هو الجديد ده. هو ده يعتبر افتكاسة من يوزر اسمه صراحة يعني تقدر خيره. نزل المشهد ببلاش. فلا فرق كتير في الشكل بتاع بتاع ايفي في ازاي. فده اللي حابب ان هو يرندر بايفي ممكن يرندر بالاس اس جي اوي. بصوا ده ده هتلاقي الصورة تترندر في وقت قصير جدا. بس احنا هنكمل بس يعني. والله مش وحش قوي. بس شايفين هنا هتلاقيه مش زي يعني. هو ممكن هنا اه تحس ان لا الاضاءة كويسة لحد كبير. لكن هنا تحس ان مش هو ده اللي احنا بندور عليه قوي يعني. تمام? فبس هو ايفي يعني كرندر حلو زريف يعني. مش مش واحش خالص يعني. فاحنا نرجع للفايل بتاعنا. علشان ايه نشتغل براحتنا شوية. تمام جدا. نرجع بقى ونشوف بتاعنا. وانا كنت خليته بس ما حطتش الاس اس جي اي لسه. هنشوف شوية زي كده وهنشوف برضو نقدر نشتغل ازاي والكلام ده كله. عشان بس نكمل المشهد انا هعمل سريع تاني لحتة كده فوق. بس برضو ايه الدنيا تبقى شكلها واقعيا مش معقولة يعني واحدة الاضاءة دي كده جد من فراغ. فاحنا هننزلها كده شوية. وهناخد من الماتيريال دي بس ايه? هنعمل على اساس انه يروح لوحدة الاضاءة. ويجيب كده كالعادة. وبعدين هنروح ايه مصغرين ده كده شوية. اهو طلع فوق. كنترول ايه. ونعمل حاجة كده. ممكن لو انت حابب ايه? اه تشتغل بالسيمترية. يعني انت ممكن تعمل دي يعني ممكن. بس يعني ايه? اه ممكن نعمل كده. نخليه بعيدة على النص ونفضي من من النص كده وهوريكم حاجة برضو. في المودلينج هنرجع تاني مودلينج شوية. هنعمل ميرور تجاهل واي. فهنروح ايه? جايبين ده كده. لما انا بامشي كده بيدخل في الناحية التانية. لا. نعمل كليبنج كليبنج بي ايه? بيسد الحركة بتاعة السيمترية يعني بيكفل الحركة عند النص كده. تمام? بيعمل زي اللوك يعني. ده غير البايسكت. البايسكت بنفس البروسيجر بس بيبقى فيه سماح انك انت تتعدي الناحية التانية عادي. بس بيقص يعني ما تبقاش قلقان وانت برضو شغال بنفس الكونسيبت يعني بس هو اغلب الناس بتشتغل بالكليبنج كده على اساس ان انت ايه? اه لو حبيت انك انت تتحرك شوية تقدر تعمل كده. حلو جدا. نبدأ نشوف بقى هيحصل ايه لما نعمل عشان برضو نبقى عارفين هلا احنا شغالين صح ولا لأ. فده كده اللي احنا شغالين به هو مش استواني كفاية فاحنا ايه هندوره سنة كده اه يعني الى حد ما شوية. ممكن تتأكد من الحكاية دي انك انت ايه? تلعب في ده يعني هي مش عارف كم فاتخليها كده بقى قطع دائري فعليا بس بتاعه ضرب شوية. فانت هتروح ايه? بس كده. وبعدين ايه? ممكن ندي اه واحدة كمان كده او تاني. لو انت عملت كده هيربة فاحنا عاوزين بس ايه? نحفر هنا حتة على اساس ان دي واحدة الاضاءة ايه? بتاعتنا. فانت ممكن تعمل كده. اوكي. واخلي دي هنا كده. ونشوف نقصه. ستحصل مشكلة زي ما انتم شايفين يعني مش حاجة لطيفة خلص. فاحنا عاوزين نحفر الحتة دي بدون ما يحصل ايه? الدوران اللي حصل من شوية ده. اللي هو اه ضرب يعني. فغالبا احنا هنعمل ليه ده. حيث ان احنا نشيل اللي احنا مش عايزينها. هنعمل كده. اه وبعدين نشيل الايه? اللي احنا مش عايزينها. ببساطة شديدة جدا. وبعدين هنروح على تاني. اه احتياطيا. وندي كده داخلي. ده بس عشان الموديل بتاعك يبقى نيت. مش اكتر يعني لكن هو مش ضروري. وبتعمل تاني. بس قبل ما تعمل ممكن نعمل ابلاي ليه. عساس ندي لوب كت من جوه. عشان نبقى شرب شوية. فاحنا ممكن نعمل ايه كده? ابلاي. وبعدين ايه? نروح مديين لوب كت اه صغنطوطة كده من هنا. ولوب كت تانية كده. تدي شكل شوية. تمام? بتاعه. نعمل كده. ندي كمان. اهو. ده مش ضروري على فكرة كده كتير. بس لو انت حبيت تاخد ايه? اه ولا حاجة. تمام? طيب. اه نبدأ بقى ايه? نحط الشغل بتاعنا العمود الفضية. فاحنا ممكن نروح نكيبين ايه? شوية اه اه كده. بس ان احنا نطلع الايه? العمود بتاعنا. فممكن ناخد دول كده. يعني حاجة سريعة عشان ايه ما نتأخرش. نحاول ان احنا ايه? نزبط الكلام في اسرع وقت. وبعدين نروح على زود. كده. وممكن ايه? تشربن الدنيا شوية هنا. اساس انها ممسوكة. فتديك شكل لطيف. ممكن بقى نزود اه. انتو عارفين احنا شعب مصر بنحب التجويد. فاحنا ممكن نعمل ايه? سنة كده. اه. وبعدين نخلي دي زي الماكس كده خليها خمسة واربعين عشان ترتاح شوية في حياتك ياه. في بقى ميزة في اللوب تولز ان انت تقدر تعمل في لاتن. اللي هو تفرد على قد الميل اللي موجود. ما يعطش بقى يبقى هدلك الدنيا بانك انت تعمل سكيل فهيحصل الميل كده انت مش محتاجه او بتاع. يبقى الميل بتاعك برضو ايه شغل. تمام? وفي حاجة تانية بقى ان احنا ممكن نعمل شيرينج. يعني نلف الدنيا كده بحيس ان ما يحصدش ديستورشن جامت. هي 0.7 تقريبا. والله يعني مش هتفري قوي يعني دي حاجة زوارة في الاكل بوسط الدنيا برضو. اش طيان مش هتفري كتير. اوكي. دلوقتي بقى ايه نعمل الحركة اللي احنا كنا عاوزين نعملها. كده او. واعتقد ان احنا محتاجين نميل ده كده خلي صفر. وبعدين اا اا نيجي كده. يعني شوية يعني مش مش اوي. كده على اساس. اني دي مسنودة في الحيطة فها تبقى اا في كل الجايات يعني. خليها زيرو. اا فكده. وبعدين نروح على كده. الاكسترود على او نورمالز. اللي ايه. تمام. كده يعني. ممكن بدلا ما تقعد ثاني من ناحيتين كده. تحط ميرو الماضيفير تاني يعني. ااا. كده او. يا جات باي لك بقى ان انت كمان ايه عملت شوربن اللي حتت ممكن ان كل واحد كان احتك. بس فبعد كانت نجع وراء كده ببساطة شديدة وبعدين هنحط بقى دي تكون اريا لايت. او خليها بوينت ما دم هي كده اي اس. بس ممكن في الحالة ديت بقى ما دم هي كده كده اريا. بس احنا بس كان الفكرة من الاي اس ان احنا بنوريكو ازاي. ااا. الدنيا ماشى يعني في احكاة الاي اس دي بالذات. خاصة ان المشهد منور جدا. يعني موضوع الاريا ده فمحتاجين ان احنا نشيل الاي اس خالص. ااا. فانت بتطلع فوق كده. وتعمل او تخش على شيدنج مود يعني. بس ده عشان ممكن ما تخشش على الشيد نودز او اللي هي بتاعت الشيدنج دي. اا. ممكن تعمل الحاجات السريع دي من هنا يعني بدلا ما تخش جوه وتعمل متيريالز وتجاو ده. ونخلي بتاعها حاجة محترمة بقى لان ده اريا. فالاريا مختلفة فهو هنخليها طبعا مش سكوير هنخليها اا نخليها اسمه ده مستطيل. كده او. ونخلي قدرته عالية جدا يعني نخليها مسلا من ميت. ساس عشروات. ممكن نخليها متين. يعني نشوف كده هيعمل ووش. يعني الى حد ما هعمل او الوش. اا. بلاك بادي تيمبريتشر. نخليها اربعة تلاف تونس ومية مسلا. عشان او الحيطة اصلا روز فيفضل ان الالوان الدافئ ما تكونش كتير قوي يعني. حتى انا بفكر جدا ان انا اغير شوية في الماتيريال بتاعت الكاكتس ده يخليه يعني مخدر كده وملع لعبس ممكن ده يتعامل في الكمبوزيطور يعني. لو انت حابب يعني. فاحنا دلوقتي ايه زبطنا اللايتنج ان نحاول بقى نزبط الموديل ده بحيس ان احنا نديله الماتيريال الفضيع بتاعت الجولد بتاعتنا. اا. اساس يبقى كله ماشي مياه واحدة. نزبط اليو في السريع كده. اا. كيوب بروجيكشن. مش فارق قوي معايا. احنا بفرش معنا من اليو في تبقى مظبوطة اوي والجاو الرخيص ده. يعني احنا عندنا ايه ممكن مدام الابجيكت بعيد كده. خلاص ايا كيوب بروجيكشن هتقدي الغرض. اا. بس احنا محتاجين نصغرها شوية. عشان الاسكراتشز ضخمة جدا. نخليها خمسة مثلا. برضو كتير. نخليها. ها. يعني احنا ستة مسلا. عشان بس. يعني دي بتدي ديتيلينج بس في في البعيد كده. يعني مع الدي نويزر وبتاع بتسيح شوية فما بتبقاش برومينت ايه وتحس ان البتاع قديمة يعني. تمام. فااا. تقريبا احنا كده ايه عملنا برضو في موضوع اللايتنج. السورس اللي فوق ده. اا. تحب ونفكر في حاجة تانية. هل نحط بس انا مش عايز ايه يعني انت بتاعك بيشتغل وانت شغيل فانت دلوقتي اللايتنج بقى من فوق اهو وبقى من جنب وكله بقى تقريبا جاهز ان شاء الله على ان احنا نعمل في برضو حركة كنت حابب ان انا انبه عنها بس انا مش عارف هي تبقى مناسبة هنا بس انا اعتقد انها ممكن تبقى مناسبة لان في فعلا كاربت اه لون هاخدر احنا ممكن نعمل كاربت كده ايه لطيفة بحيس ان احنا ايه اه نوصل لنتيجة لطيفة فانا هجيب سلندر كده مستعجل خالص بعدين كنترول اي وامسح كل الفيسز بعدا الحتة اللي انا هعمل عليها الكاربت دي اوكي كده ومثلا حتى ممكن تحط طرابيزة بقى لو حابب بس انا يعني ايه اعتقد ان احنا ايه الغرض من المشهد ديكوريشن اكتر منه وفنكشناليتي يعني نقاش ان احنا ايه الحاجة دي وظيفيا هتبقى عاملة ازاي في الفراغ فعلا اه هو انت ليه يا ابني متشرفت كده فاحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا اكس واي زي بعدين ايه ده الان اه اعتقد الانتولز ده برضو ادن تعالوا نتأكد كده برضو اعلموا عليها علشان يبقى معاك الالانتولز في الايتمز على طول بتقدر تشتغل بيه ايه دي اوكي نعمل بقى ايه الكاربت بتاعتنا نشوف هنعملها ازاي يا دي ملهاش دعوا باللايتنج زي ما قلت ان احنا برضو بنشتغل اه عشان دي تكون شوية ما يبقاش في التكسير ده هتعمل او انك انت وانت كنت شغال في السيلندر من شوية تزود الايه السيجمنتز اه لان هو هنا بس هيديني اكتر اوكي في بقى موديفير لطيف اسمه ده بيحسن التجربة شوية باحنا هنخليه ونخليه بواحد هديك الايه الكاربت بتاعك هينعم تمام ونعمل اوكي احنا كده بقى معانا اللطيف نبدأ بقى نشوف الايه او الهير اه عموما يعني هنجيب اللي هي دي بعدين نجيب الهير عندك هنا الهير لينث اه عندك اربعة متر طبعا احنا نخليها طول الشعرة تقريبا بيبقى مش بوينت او فايف كمان يعني موكي بوينت او تو تمام ونبدأ نلعب بقى اوكي خليها خليها الف عشان غالبا ده بيبقى مناسب في الاول عشان لو حبينا نشتغل على نفسها وبعدك هنجيب اه ديت اه كده ده مضروب في عشرة في الرندر هيبقى مضروب في مية يعني الكمية دي هتبقى مضروبة في مية فاحنا عشان بس ايه التحكم هنسبها كده تمام نبدأ نشوف بقى شوية الحاجات التانية دي بس سريعا لانها كتير احنا هنلعب شوية في الكلامبنج هنخليه سنة اه كده عشان يحصل نوع من انواع التخصيل يعني اللي هو يبقى في ايه خصل شوية فاحنا هنبقى كده زي ما انتم شايفين ايه لو انا زودتها جامد عشان تشوفو علىكد اهو بصوة خصل 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 من ان reflection لما يبقى طويل بيبقى حلو للهير فعلا اللي هو يعني خصل كده شفتون ايه شفتونتكم ايه تمام تمام فاحنا بس ايه حاجة خفيفة خالص عشان احنا هندي قاسيب دولوقتي يعني هنلعب شوية بال بالبروش او بالكامب bottom تمام الرفنس بيديك يعني شايفين الشعراء الشعراء رد بتتني سنة اهي وممكن نشوف في ايفي الكلام ده في اساس تشوف شكل الشعراء الفعلي يعني هيطلع عشكلها ايه في الرندر اساس برضو تبقى عارف طبعا احنا ما هندي ماتيريال جديدة الليه الاخضر اللذيز اللي تحت ده كده هناخد الافريج بتاعه ممكن تاخده بالنويز يعني نجيب نويز تكسر كده اوكي وندي عكالر هنروح عشايدينج موت طبعا هنضطر ونجيب ايفي او ماتيريال بريفيو يعني وبعدين نجيب الجدع ده كده ونروح على كالر رامب ونلزقه كده وندي الالوان بتاعتنا هو الانسبايريش اوه اوكي ونجيب اللون الاسويت ده نديه اخضر كده وده برضو نحاول بننشن على ايه لحيتات الفتحة شوي تمام الى حد ما قريب سنة هل يفتح سيكا لا هو كويس هو انت كويس يعني نديه بس لون فاتح السنة اوكي ندي سكيل كده نشوف شكل النويز الخطيرة خليها في الفاكتور احسن اساس ان ايه الناس تمام هو الاسكيل واضح انه ايه عايز يظهر شوية ويبقى فيه كونتراست اعلى سن كده و فيبقى ايه الشعيرات بتاعتنا فيها نفس التأثير تقريبا يعني هنخش على ايه هتقولي ايه ده ليه عشان نشوف الهير بشكل افضل يعني هنخليه على اساس اشوف شكله كثيكنس هو بتاع هيبقى طالع ازاي في الرندر تقريبا هيبقى افضل كده ونروح تاني على لما نشوف الهير لينث يعني يبقى كده هو طبعا الفروط هنا اوي فاحنا هنخش في الهير شيب والدايامتر روت ده طبعا بيبقى فيك لايق لين بيبقى معتمدا حال الاسكيل بتاع الشعراية ليفي ايه في الروبيرتز طبعا دول هيتربو في 100 التاب هندخنها سنة يعني شوية ومش هنعمل دقي لحد ما ما بتبقاش مقفولة اوي كده يعني بيبقى في كده شوية تمام ممكن نعمل ايه تاني في حاجة لطيفة جدا طبعا انت بتلعب في العدد الاوليل شوية فانت ممكن انت ايه تلعب شوية حيث انك انت تدي الفورم بتاع الكعوارة شوية يعني يبقى فيه curling انت ممكن تعمل curling general بس انا بفضل اعملها manual على اساس ايه ندي شكل لطيف كده اه ما تيجو كده نشوف ايه اللي محتاجين نزبطه تاني اعتقد ان الكاكتس ديت او الصبارة دي محتاجة تزبيط في الالوان ده hue saturation اصلا اللي هو في فكويس طيب احنا ممكن نغير ال saturation ده نرجعه حتى الاول او نشبعه سنة يعني ممكن نخلي ال saturation 1.25 مسلا اعتقد لطيف وال value بتاعتنا تكون بواحد افتح شوية يعني ال value دي بتاعت يعني ممكن تزاوده بحيث انه يبقى قريب جدا للصورة اللي هي احنا بنقتبس منها يعني بقى فاتح شوية انا ما اعرفش ليه هما كانوا لعبين في ال value بالطريقة الباشعة دي كده لونها حلوة يعني شوية ما اعرفش كانوا لعبين ليه فيه كده وبرضه عاملين شبكة كده ماندلة بس تمام يعني في الاخر الدنيا بتودي ان hue saturation بالشكل ده فا اعتقد كده الى حد ما يعني هي مش غريبة يا وي still بس الطف يعني انا حسس ان الموضوع كده الطف وممكن نزاود ال hue شوية وان ايه نقل لل saturation نحس ان احنا نقرب ايه ال value اللي في الصورة دي ده لو انت حابي جاي يعني كده ال value تقريبا مريبة من اللي في الصورة بس انا مفضل اللون الملع على ده احسوا كان رميش جدا point five one تمام كده اعتقد لطيف بالنسبة لل وصبر الفضيع اعتقد ان احنا محتاجين نحط حاجة هنا اعتقد بان احنا نحط حاجة هنا وحاجة هنا اعتقد يعني الصورة هتبقى ايه الى حد ما completed احنا مش هنبقى محتاجين نزاود حاجات اكتر من كده من حيث يعني بالذات يعني هو اللايتنج بيديك برضو ابعاد انك انت تشوف عايز تخط ايه عايز تعمل ايه طبعا انت كل ما بتعمل للمشهد بتاعك وتحط بقى زين في السقف ومش عارف ايه ده بيدي عمكة اكتر للمشهد يعني ما يبقاش مجرد بس مشهد بسيط زي ما احنا عاملينه دلوقتي لكن هو ده اعتقد يكفي انك انت تعرف على الاقل تبدأ ازاي او تبدأ منين فهنحاول ان احنا بس ايه نخلي الريكتانجل ده اديع شوية يعني عساس ايه يبقى عالجنب كده عساس يدي شوية يعني ما يبقاش يعني ايه جاي من السايد كده شوية او فكده فكده مدي شادو من الجنب يعني او طبعا ده فيك الى حد ما ما تذهب بس انا بقى حس ان كده افضل ممكن حتى نقلل ده شوية عشانamet بقاش فو الكنبة والقاوي يعني نخلي ميت بقى كغلية gentlemen يعني على الكنبة عشان for神 عن يتجلم ام ونحط حاجه انا بقى ونقلص بالالطبعك لكن كل ما بتسرح تطيف الم ettكر حتى انا كنت فكرت المت² كده مثلا رفيع كده بالروتز دي يعني الروتز دية تبقى فيه زي قرش كده ايه دهبي مثلا يعني هتلاقي افكار كتير جدا بترجع بتيجي على دمائك يعني تعالوا نشوف هننضبط القصص دي ازاي وبعدان احنا لسه قدامنا يعني فهو الى حد ما انا وردكو ايه الاضاءة اللي هي ممكن تبقى شوية فيها الدراما يعني على اساس انك ايه تبقى فيه سحب الضلة افضل شوية لكن لما كدت من الوش كده تحس انك مصور بالفلاش انتوا عارفين صور الفلاش بتبقى تعبانة شوية وتحس ان يعني مش لطيفة فممكن انت بقى في تعمل حسابك في التصميم انه بقى في حاجة تدي الاضاءة دي يعني بس هو علشان تبقى الصورة بتاعتك بريزنتابل ممكن تعمل القصة دي يعني ان انت الاضاءة بتاعتك تبقى جاية من الجنب ده وخمسين وقت اللي هي خمسة وعشرين وقت يعني انت ممكن تحط مثلا واحدة اضاءة نزلة من هنا تديك القدرة دي الى حد ما فتديك يعني مشابهة في الواقع يعني تعالوا كده نفكر مثلا نحط ايه هنا هل نحط زلعة تانية الكلام ده كله على اساس ان احنا نفنش السين بتاعنا وكولة الدقي يعني نخلص بقى الموضوع ده فاحنا نجيب بوت ونشوف بوت مختلفة بنفس الستايل الى حد ما يعني هو احنا اختارنا دي كانت بلون كده معين فاحنا ممكن نجيب حاجة كلاسيك برضو زي يدي مسلا شكلها غريب ولزيز فممكن نحط فيها ايه صبرة كمان يعني اصغر شوية يعني ممكن حتى نصغرها سنة سستقفل معنا اللقطة شوية ممكن نجيب دي او لينكت يعني ونصغرها سنة ونديها روتيت وفي ميزة بقى في بلندر ان انت ممكن تعمل سكوبتينج يعني انت ممكن مسلا ايه تنحطها شوية بحيث ان هي تبقى بشكل مختلف اا كده مسلا اكس واي زي او سوري بشكل عملت ايه السلاكشن لحاجة مش صح اا هي دي كده وايت صغنطوطة او ايه ان اقربها سنة ونفس الحكاية دي شوية عشان ما يبقاش يعني ايه ازيب شوية مسافة لكدر الصورة ايه ايه لو انت حابب تعمل رندر شكله بطيف سنحسس ان دي بتتخانق شوية فممكن ايه نحط صبارة اهدى سنة يعني نشوف السيكلينتس دي ولا سيكلينتس بقى على حسب لدي شكلها صعب ايو اا دي اللي تقريبا نحطناها نحط واحدة مكوارة كده شوية يعني لحد ما اا تدي منظر مختلف حط المكوارة دي كده نشوف شكلها يعني اا اعتقد هتدي برضو منظر لطيف مشوحش ستكبر سنة هي والزلعة يعني اللي اتنين يكبروا شوية سس اا يعني يبقى ليه وزنها برضو يعني لست صبارة بس وان ايه نشوف ايه زكتها تبقى طايرة ولا لا لا لان انا احسس انها طايرة شوية اكس واي زي هتنصبار الفضيع دي اهي وان ايه ننزلها سنة حلو انك توت شغال في الرندر مود كده تمام يعني الى حد اما مش وحشة لطيفة برضو ستدي منظر اا اضافي يعني بس احنا كده تحس ان الصورة تقلاها بقى هنا يعني هنا تحس ان الدنيا هادية اوي زي هادا فاحنا محتاجين نزود حاجة هنا ضروري بس ايه هي بقى الواحد بقه دي فكر دورت شوية على سريد سكايف فلاقيت الموضل ده ممكن يبقى لطيف على اساس انه طويل شوية فممكن يكسر الحد اللي حصله هنا وكنت بفكر جدا ان انا اغير اليونت دي بدل ما هي ستاند كده مش بتعمل حاجة ممكن تبقى فوق هنا كده يعني ونكبر دي شوية ونعمل دي سيمتريكا على اساس تبقى زيه دي شوية يعني تبقى مقفلة القرش يعني بفكر جدا ان اعمل كده مع انه تغيير جزري بس فعلا حاسو هيبقى قلطب شوية فتعلوا نجرب يعني ممكن نعمل ايه بالناس بالده اساس ندي سيمتريا انا مسايف الفايل عموما يعني لو ايه معاجبنيش الوضع ونختار دول كده ونعمل ايه سناب برتسيز كيرسر توسيلكتب فايبقى في النص تقريبا فيه طريقة تانية برده انك انت تعرف مركز الدايرة بتاعتك الى حد ما هتروح عمل شورت كات للاقي شورت استفاص دي بعد كده هتلاقي فيه حاجة بقى اسمها تايني كات ده برده ادن يعني صغنطوت كده هتروح على preferences وتفتحوا تايني كات تمام ده موجود جبه بلندر يعني تايني كات مش تولز وبس هتروح على ادج اللي هو تايني كات ده و ايه سي سي او سي سنتر يعني circle center فهيروح محرك كيرسر عاملك دايرة بالسيجمنتز كده بتقدر انك انت ايه تزود السيجمنتز وتقليلها بس انا ما بفضلش انك تعمل كده اه لان احنا كده كده مش هنستخدمها يعني فبالتالي هنروح ايه مسكنها كده ونمسح الجو ده فكده كيرسر في السنتر فعلا كده هنقدر نستخدم الميرور بتاعنا فهنروح على ال object mode ونروح على set origin to 3d cursor وبعد كده نروح على ميرور اساس ان احنا نعمل ايه مرايب من الشكل بتاعنا هنعمله في اتجاه الواي ونعمل بايسكت و ايه فليب فبالتالي يدينا ايه الاتجاه بالنسبة بقى الكرة اللطيفة دي هنروح مصغرينها شوية حلوين يعني مصغرينها شوية حلوين اوي حاجة كده كيوت خالص تمام زي دي ونخلي بقى ال intensity بتاع ال هتكون اعلى هنشيل طبعا او هنصغره يعني هنرفعه ففي ميزة في بلندر بقى اللطيفة بس ايه بتيجي بالبوش بتاع 3ds max modifier انها كده تعمل shrink and flatten ونروح ايه نشرنك الدنيا كده بس هتلاقي طبعا ايه المشكلة هتحصل هنا في الشغل هنا لانه بيجي بالبوش فعشان كده انا ايه كنت همسحها في الاول ايه يعني بس ايه تعالوا كده نطلع كده الى حد ما ونعمل control i اعتقد ان احنا هنركب الكورة وكوليته دي يعني مش هتفرق معان ان هي تبقى بالكوليته على اي عود ونروح ايه كنترول جي بيعمل كونكشن يعني بيوصل حاجات ببعض تمام ايه نبدأ بقى ايه نكبر المسألة شوية يعني تبقى المسألة كبيرة الواحدة الاضاءة دي كده يعني حاول ان احنا نعملها ماتشنج مع القرش كده بحيث ان هي تبقى برضو حاجة شيك يعني ما تبقاش يعني معمولة وشكرا يعني كده هو الى حد ما يعني ماتشنج سنة وبعدين ايه نرفعها فوق على اساس نبقى كانها افسد منها او بارالل يعني ايه مش افسد خلي كل حاجة شيد سموس ايه يو كان بس هو في هنا مشكلة كبيرة مش عارف ليه نورمال زي اوتو سموس اوكي نفس الحكاية بالنسبة للبوليان اوتو سموس برضو وشيد سموس اساس نبقى ايه بتاعدي نعمة شوية في حركة بس معرفش هتنجح ولا لا ان احنا ممكن نعمل ايه بذل خفيف كده ونخليه على الانجلز فدا يدي شكل برضو لطيف يعني شوية ونخليه بوينت او وان حاجة كده خفيفة بس ايه تدي شياكة يعني تدي زي يعني مفيش حطة يعني ما شاء الله شرط خالص يعني لايه مفقاش غلطة كده فبالتالي دايت ايه تبقى مطيفة برضو هتدي حز كده شيك تديك شكل بروفشنال للموديل بتاعك كالعادة تمام نكمل بقى الشغل بتاعنا هنا ممكن بقى نعمل اجزاية تانية مفاصلة مش لازم تكون جوا الموديل عشان ما نبطقش الدنيا في البروسيس بتاعتنا هنروح بقى على سناب كيرسور تو سيلكتد كالعادة ونروح عاملين اد بلاين مش عارف ليه بحب البلاين بس ممكن كنت اعملها وسلندر بيكون افضل يعني بس ايش طائعنا بحب البلاين في الشغل بيريحني من اساس انه بيبقى كله كوادز بقى وبتاع الشغل الكوادفكيتد دا وقدة التوفولوجي يعني احنا فين ايام ما كان الواحد بقى اي اشكال يظبط الكلام دلوقتي اي اي اقولك توفولوجي مش عارف ايه الوضع يتغير الايام بتغير يا محمد اي اي كده اي اي يعني منروح على السنتر اوكي زي ما احنا ونسناب كده اي اي الفكرة بقى من دي على اساس ان انا اقدي كده وبعدين ايه نيجيب الشباب دول ملت اي زيون هنا بقى حصل مشكلة عشان شغل هناعمل اوبيجكت أبلاي سكيل اوكي عشان نيجيب ايه اكستروت بتاعك واخد راحت وبعدين نقفش الليلة يعني ايه نازلة كده دوس اي 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 نستطيع ان نجعل الدنيا سيركولر بان نتقسم الاربع دول كده وبعدين نروح على البروفيلز بتاعتنا هو كان يفضل ان اعملها من البداية يعني مش دلواتي بس اللي حصل يعني وبعدين نسلكت باوندري لوب لوب تولز كيرف سوري مش كيرف لوب تولز سيركول وبعدين كده نفس الحكاية بقى للبروفيلز كلها للأسف يعني انا اضطر نعملها لللوبز كلها كده كده وبعدين ايه لوب تولز سيركول ممكن نشوف نحاول كده ازا كده تمام خلاص كل تدقي يعني مش هتفرم معنا كتير الطرف الأخير ام بس احنا هندي له بس لوب كده كده من عندنا عشان يبس الاندر بتاعنا بين تمام وهي نفس الحكاية الفوية كده ووبس يا الحيطة هو اخر من الحيطة تمام اوكي تعالوا نشوف كده المشهد بعد التعديلات الفضيع دي وبيحمل سبب ما ربنا يصدر اوكي تحس ان يعني حتى احنا ممكن نقص المشهد اللي هنا وخلاص مش لازم بايت الحيطة بس انا عايز احط حاجة هنا كده امصر كمان ويبقى كده ايه خلصنا المشهد بتاعنا تقريبا ونكش بقى في الكمبوزتينج عشان اوريكو فيه كم حاجة ويبقى كده احنا خلصنا تقريبا او غطينا اغلب النقط اللي الواحد بيتعرض له وهو شغال في بلندر وهو شغال انتيريور بالذات طيب بما اننا احنا ايه مش عارفين هنعمل ايه فانا دايما بلجت لحاجة من الحاجات اللطيفة في بلندر برضو ان انا ارسم اسكتش فانا معايا قلم بقدر ارسم بيه الاسكتشات هنا كده يعني ممكن اعتقد ان احنا ايه رايكو نعمل زي قرش تاني كده هنا هو كده بس مش مفتوح يعني يبقى ايه نفس الابعاد بالضبط دي ونحطها هنا كده وبعدين اه نحط هنا سكوبتشور مثلا كده ونحط فيه مثلا هنا سبوتلايت ينور الايه السكوبتشور اللي هنا تمام اه لان انا لقيت السكوبتشور ده اصلا يعني انا دورته في سري دي سكاي بس هو انت قطعت فنزلته يعني نزلت السكوبتشور ده اه على اساس ان انا احطه كده بس انا فكرت دلوقتي ان احنا ممكن نعمل حكاية الارش دي كده ويبقى عامل من تحت كده اه طبعا فكرت برده ان انا عامل زي وزرة بس لا مش تغلتش مع الستايل ده حسيتها مش مش لطيفة شوية وحتى ممكن هنعمل حاجة كده في الارضية يعني هنعمل زي يعني الارضية مش هتبقى سموز قوي كده علشان برضو ندي شوية ريالز من اعمل بومبينس خفيف كده بالنويز هنشوف هنعمله ازاي برضو لما تيجي ترسم سكيتش كده بترسمه باي سكرين سبيس فانت لما تيجي تحوت كده بتلاقي ايه السكيتش بتاعك واقع في البلين او المسقط بتاع الكيرسر اللي هو ده بصوا فهوه علشان احنا عاملين بتاعنا على حسب ايه بتاعك بيسقط على البلين بتاعه يعني انت لو من فوق كده حتى برضو بيسقط على المستوى بتاعه الارثوجنال اللي هو الاستريت يعني تمام عشان لو حبيت انت ترسم حاجة 3D تبقى فاهم الميكانيزم بتاع الجريس بنسل تمام هو ظريف جدا من الادوات برضو اللي مش موجودة في برامج 3D انك انت تقدر ترسم في 2D بس مش عارب بيقال انه موجود في سينما 4D معرفش حد يصحح للمعلومة وطبعا هو طوروب بشكل كبير جدا في النسخة الاخيرة اللي هي 2.8 طبعا فاحنا دلوقتي هنبدأ نشتغل على الفكرة اللي انا قلتها دي وربنا يكرم يعنيتكم هي الفكرة الفاينل فانا هعمل كنترول دي كده بحيث ان انا افصل القرش ده بس المراضي بقى ايه هتديله سيكنس كفيف بحيث ان هو يبقى يدوبك واخد تقريبا يعني ايه تلتين الحيطة او نص الحيطة كده يبقى على اساس ان المباني بتاعتي برضو يبقى فيه سهولة في النقشة دي يعني مشان مايبقاش فيه لسه هيعمله حركات ورا يعني فبالتالي احنا كده ايه ممكن ايه نخففها شوية او نغوضها شوية انت لو عاوزت غوضها بنحس ان انت بس في 3D تدي افكت عالي شوية بس ده مش منطقي يعني من الحيطة بتاعتك السيكنس بتاع هيكون قليل قوي كده فكده انت اوكي ممكن السيكنس ده يكون منطقي في الواقع يعني بعدين احنا هنعمل الحركة الازيزة اوي هناخد من ده عشان لو حبيتها غير اللون ولا حاجة اوكي يعني كده وارجع الورا كده وبعدين خلي بقى هو في الفيو بورت طبعا مش بعين فاحنا ايه خليه بن في كل حتة وبعدين نروح الفيو بورت ديس بلاي هنخليها تكسفرد اوكي فهو كده هيبين معنا في الرندر ممكن نديله حتى الوول بتاعتنا اللي هي الخضرة ايه مش عارب بقى اسمع ايه ماتيريال ايه دي بقى فكرة ان انا بقى سمي الماتيريالز يعني دي المفروض فابريك اا كده على اساس ده الفابريك الوحيد اللي في المشهد يعني وفيه هنا بقى ده الوول الوول الخضرة بقى ايه ده ارضية وطبر خضرة فهنسميها جرين تينت وخلاص تمام او ممكن اا فلور يعني نخلي ده عشان هنعمل فيه تعديلة كده واعتقد ان انا مش حطه في حتة وفقية هو كله فلور اللي هو دلوقتي فهاخد الجرين فلور ده كده تمام؟ واخد منه كابي بس هسميه يعني كده تمام؟ على اساس ان ده يبقى ايه حيطة خضرة والارضية دي نلعب فيها شوي بحس ان يبقى فيه نتوقات كده تحس انها ارضية شوي ما تحسش انها ايه زي حليقة يعني بتدي برضو ريالزم او دبس للمشروع بتاعك فنبدأ بقى ايه نشوف القرش بتاعنا ممكن ايه نجنبه سنة كده ولا ايه رأيكم ولا خليه زي ما احنا خلينا زي ما احنا هو حلو كده عشان نسيب مسافة شوي للصورة وللكادر يعني تخلي الكادر بتاعك يتنفذ شوي يعني ما تزنقش كل التفاصيل بتاعتك ايه بحس انها ايه ما تبقى بشكل كامل يعني بس دي مش قواعد يعني لان هو برضو الصورة اللي هي الستريت دي لحد ما مملة شوي يعني ايه بتحتاج انك انت يكون فيه تفاصيل كافية بتبينها يعني تعتبر يعني شفت ايه اه تمام فعشان كده الى حد ما محتاج تظبط تعالوا نشوف كده ايه اللي وصنانه الوقت دلوقتي والله احسس ان يعني الدنيا شوية زبطت هو اصلنا اقتباس القصة دي بحيث ان الباب ده بدل ما هو على جنب كده نخلي ايه اه هنا هو كده يعني بما ان احنا مش محتاجين من ابواب يعني فنخلي حاجة كده لون هاخدر اه تعمل لالوان اللي حصل ان اللي اخدر ده يعني يبقى في حاجة بترد عليه شوية ونعمل بقى حركة صائعة جدا ان احنا ناخد ده كده ونحطه في القرش بس انا برضو جات لي فكرة مش عارف ازا كدها تكون ضريفة ولا لأ ان احنا نخلي القرش هو اللي ينور يعني يبقى لد كده لد سراؤنج الليلة دي يعني احنا ممكن حتى نعمل بوليان شوية بحيث ان دي تدخل لجوة سنة يعني ده لو انت عاوز تبقى ضقيق قوي يبقى فيه انسرشن كده يبقى فيه لد يعني بدل يعني بدل ما يبقى سبوت لايت حقير كده فوق يعني لو عملنا بوينت كده نحاول ان احنا نزبوته شوية يعني يبقى بوينت كده فتحس انه عامل بيرن اوت فوق مش عارف يعني ايه اللي اللي بتراحات تكون اعتقد ان الليد او اللي هو البيت النور هيكون اشيك يعني تمام طيب تعالوا كده نزبط الحكاية دي ممكن تكون تريكي شوية بس ربنا يسلم فهنجيبي الراجل ده كده اللي هو ده وهناخد منه ايه نسخة بس هنعمل لها سيفرات طبعا عشان البوليان بيتدعي البوليان بتاع بلندر مش عارف ساعات بحبه وساعات بكرهه جدا زي الماكس برضو نفس القصة ساعات بحس ان البوليان بتاع الماكس جامت جدا وساعات بحسه يعني يعني احقر اختراع حصل في التاريخ البشرية فهعمل شرينك كده بحس ان انا ادي انسرشن يعني ادي فرصة لي يعني يبقى في كده تمام تعالوا نعمل الحركة بتاعتي كنترول ماينس او فانا كده عملت ايه حز لي الاضاءة بتاعتي بالشرينك فبالتالي اقدر ان انا احط هنا بس انا عايز او البوليان بتاع عايز احتفز بيه فانا هاخد من الوحيطة كلها وبعدين هروح ايه تمام واخد الاخر بوليان ده اعمله ببساطة شديدة جدا وبعدين شايفت ايه على اساس اعزل كل حاجة وهاشيل الحيطة دي هيتبقى لي شريط النور اللي انا محتاج تمام فنبدأ بقى نحط ايه اميجن شايدر جديدة هنحط اضائية جديدة ونسميه اه نخليه اميجن اوكي والاميجن ده بقى يكون بالحرارة برضو بلاك بادي ويكون 6500 وخمسة وستين الف فيش حاجة كده يعني نخليها 6000 ونشوف هيطلع لنا ايه في الرندر وطبعا بيعمل انشاليزاشن لما بيحصل اي اوبجكت جديد بيطلع وعلى فكرة بيشتغل في مستويات تييلة ممكن تخط اوبجكتس كتير جدا وتلاقي الانتراكتب بتاعك شغال حلو ممكن نخليه ايه 20 ايه رأيكم اعتقد لطيف برضو يعني مدي افكت حلو لو حطينا حاجة هنا تعالو نخليه مثل تedlyة 1500 هتلع شكله كويس 4000 ونص اه او 6000 وخمسة وظريفة مزرق السن تمام جميل جدا تعالوا بقى ندخل الشغل بتاعنا يعني ممكن نقفل الخطوط دي والله شكله ظريف ايه مش وحش تعالوا بقى ندخل على القصة دي الابجكت بتاعنا اللي احنا كنا ايه ناويين ندخله هناعمل فايل امبورت هو طلع الاكسبورت او اللي هو اللي مطلعه من الفايل مطلعه او بي جي فانا روحت للوكيشن على طول عشان خطوة ملهاش معنا واعطاك الدخل بس مبين انه بيحمل تمام هو ميزة انه بيدخل جائز فانا هدوس ايه كده وبعدين اروح ايه مصغره اا مصغره مصغره كده مسلا ولا حاجة حاجة صغيرة جدا علشان هو كبير جدا بعد كده ايه بعد كده اروح اعمل مصغره 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 ادي البيديستل بتاعتنا بس اصغنته طائوي احنا هنكبرها شويه طبعا حكايات البيديستل دي نفترض ان ده لوجو المكان مصغره 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 الايكون دي تكون حاجة جولد ولا حاجة فاحنا ممكن نجيب الواير ده نخليه جولد احسن ادي شكل ممكن يبقى لطيف وفي نفس الوقت نشوف اليو في بتاعته اليو في بتاعته مصغره خالص فاحنا ايه انا اخد اليو في بتاعتنا كده تخلق بقى اعرفش ليه الحكاية دي في بلندر في حاجات برضو بيكتر التايلنج يعني في المابينج طيب بالنسبة بقى للواير ده هنسميه جرين ماربول كده فاحنا هناخد رخام الافضل انها هتكون غمقه اعتقد يعني وناخد انها هتكون زي البرادور ولا الاسماء بتاعت الروخام دي تمام هنقول ايه كده هنروح اللي هي الماتيريالز بتاعتك اللي انت حاطتها اللي هي البي بي ار اللي انت منزلها من عايز تراجع موضوع الماتيريالز نخش على السلسلة التعرفية الدرس الرابع هنقول ماربول اا بعد كده هتلاقي ماربول اليفن ده اعتقد هيبقى مفيد هنقدر ان احنا نغير البوني ده يبقى بدرجات الاخضر يعني جنزار شوية والبوني الفاتح ده ممكن يبقى ايه لون ابيض سنة او فاتح تعالوا نشوف نعمل ايه القصة دي ازاي في بلندر هنروح واخدين الاربعة كده و سريع جدا انت يا بلندر هنخش على الماتيريال مش محتاجين ان احنا نرفع حتة اوكي اوكي فده الرخامة اوه اوكي هو لسه بيحمل هم بحاولوا يفكروا في ان هم هيطبقوا الفولكن هيبقى سريع جدا انت خل ان انت بتلعب بالبرفورمانس بتاع الجيمس في جوا بلندر ده انتهت احنا هنقبل بدع تلاقي بقى الماتيريالزو بتتاري مفيش في لحظة ويادوب بيعمل لودنج في الاول او معرفش الكورة دي ازاي انا بس اشتر ده مسخرة وبعدين هنروح على ال هنديله حاجة كده محترمة شوية يعني هبتشوف المناسب يعني كده اوكي اعتقد لطيف كويسة وبعدين نرجعه وره شوية يعني دوبك لمس الحيط وبعدين في النص يعني احنا ممكن نعمل منت سريع للارش اللي هو الاخضر يعتبر يعني واخد هنعمل بس عشان يبقى كله متسنتر وبعدين هنروح عاملين بس فكده متسنتر اوه كويس جدا اعتقد كده فاضل بس ان احنا اللون الرخامة هندي ونلزاقها كده ناخد بقى ايه الاخضرات اللي احنا محتاجينها كده اوه تمام والله ابيض ابيض اوكي وممكن نزود الايه الكنترست شوية كده اوه فكده بقى معانا رخام اغضر على طول في ناس ممكن تحتاج انها هتعمل الاندوميزيشن للتكشور يعني عشان ما يحصلش التكرار اللي احنا شايفينه ده شايفين؟ هو طبعا لو عينك جامدة اوه يعني ففي الحالة دي يعني بس ساعات بيبقى تكرار مستفز خاصة لما يبقى كتير كده بصوا مش حلو طب نعمل ايه في الحالة دي في بلندر جورو الله يكريمه عمل نود قوية جدا اسمها ايه بوليجن اوبر حاجة كده فهنعمل ابنت هحطها في الديسكريبشن برده او ممكن تزوروا قناة بلندر جورو هتلاقوا فيه النود دي برده تمام بس بما ان يعني بنشرحها هنا فممكن احطها مش مشكلة هنروح على يوسف الاسدس على اساس ان انا همسميها كده ونروح على وان ايه هتلاقي ما فيش حاجة حصلت هتروح جايبها بايه تمام وايه كده وموزايك ايه اللي هو تمام بس هتلاقي تاكسر بتاعتك بيحصلها لو قرب دي قوي بقى هتلاحظ ان فيه سيمز حفيفة كده مش مشكلة يعني انت من بعيد مش شايف حاجة والماتيريال بتاعتك هي هي بكل حاجة فدية بتبقى ظريفة او بقيت السيتنجز ملهاش معناه يعني لو انت عايز تكبر التاكسر بتاعتك شوية او بتاعك سوف يفضل انك انت بس ما تلعبش اليرف الاتنين اللي تحت باي قيمة يعني باي قيمة بتحبها اه تمام بس اعتقد كده السين جاهز انه هو يترندر ويلا بينا نشوف هن اكتف ايه وننخلص ايه بالنسبة بقى ايه هو بس انا حاسس ان احنا محتاجين حاجة لسه هنا مش عارف هل احنا محتاجين اضاءة تيجي من هنا برضو على اساس يدي لمع اه دي الشغل ده على اساس ان اكيد الفراغ يعني مش رامي من هنا بس من الناحية دي اكيد رامي برضو من الناحية التانية بس مش هيرمي بنفس الشكل يعني هيرمي بشكل مختلف شوية انه هو يبقى كده مسلا ويرمي هنا بس يكون الاضاءة بتاعته مسلا مية وخمسين ولا حاجة فبقى اهدس انه وتمتريتشر بتاعتها مسلا 6500 نشوف كده الشكل اساس بس احسس ان الاسكوبتشر ماضفي اوي عادي مع لهوش هايلايت كافي او او ده اللي بتكلم في يبقى في هايلايت كده يعني سواءه جامد اوي فاحنا ممكن نخلي خمسين مثلا الى حد اما ارحم شوية حتت الشريطة دي يعني شوية مش لطيفة حاسس ان ممكن نحاول نتافدى هزا الشكل نحن نقاسه ع valeur شوية ونطوله يبقى طويل اساس يعني حتى لو زار شيب ايه زار من الاول الاخر مثلا يعني الى حد اما كده ايه لطيف جدا جدا يعني. نروح بقى على ال View Layers. ال View Layers عندنا هنا عندك في حاجات كتير جدا. بس احنا هننشط بعض الاشياء. من الحاجات اللي بحب نشطها ال Ambient Occlusion. فاحنا هننزل تحت كده هنلاقي Ambient Occlusion اللي هو الانحباس المحيط. وفي عندنا كده ايه? هنحدد Object Material لل Cryptomate هنشوف بيشتغلت زي دلوقتي. بس لازم يكون عندك فكرة كويسة عن الموضوع النوتز يعني. عشان هنشتغل النوتز بقى ايه? يعني لحقا مش هحاول ان انا اعزبك واوي. عشان ايه الموضوع يبقى خفيف. يعني كده نروح على Ambient Occlusion دي نخليها حاجة كده كيوت. بتحقها على 2 سمتي Ambient Occlusion. وممكن تشوف شكلها من هنا يعني. ممكن تروح هنا كده وتعمل Ambient Occlusion. تشوف Ambient Occlusion اخبره ايه? يعني هل هو كبير ولا صغير ولا اهدى نظامه? يعني كده بصوا. هتلاقوا التأثير بتاعه اشد شوية. اعتقد Point O5 هيبقى كويس. عساس يبقى يعني مؤسر شوية. حاسته صغنطوط. ايه فكرة ان انا بعمل Ambient Occlusion من دي. ما فتحتوش حد. ما تلاحظوا ان انا مش هفتحه. لو انا فتحته بصوا هيحصل ايه? ما تفتحوش كده. بصوا هيطلع Render بتاعك مش Render اصلا. فانت ايه? افلو. افلو بس اظبط ال Setting بتاعتك. تمامه? خليه Channel منفاصلة. وبعد كده اعمل له Multiply. كده انت استفدت من Ambient Occlusion جوه Optics. ال Optics للاسف ما بيدعمش two nodes انا شايفهم كويسين يعني. بيعملوا شغل عالي قوي. بس بما ان بتاعت ال Ambient Occlusion موجودة فما بقوش ضروريين قوي ان هما يكونوا موجودين. يعني انت لما بتروح على Shading. ده كده النودز بتاعت ال Compositor. لو انت روحت على النودز بتاعت ال Shading هتلاقي فيه two nodes مهمين جدا. وهم Ambient Occlusion وبغل. يعني انت في عندك ال Bevel. ده بيدي حواف نعمة لأي شكل. اي ان كان شكله. اول ما يشوف Shorby Edge Hub بيروح مدي زي Fake Normal كده بحس انه يدت تديك حواف نعمة. فده مش بيشتغل في ال Optics. فعشان كده انا مش بيشتغل بيه. بقت لقيني بعمل Bevel في الموديلينج او باختار موديلات تكون فيها Bevels اصلا. يعني بنغير معه ده اعمل Fake effect يعني. وال Ambient Occlusion انا شايفه اهم من ال Bevel بس للأسف مش علال برضو في ال Optics. يعني ده تقدر انك انك انت لو كرت الشاشة بتاعك مش RTX تشتغل بال Ambient Occlusion عادي جدا. او لو انت اشتغلت بال Q ده. يعني انت لو اشتغلت بال Q ده تكنولوجيا العادية اللي هي الاولانية خالص. اشتغل يعني تقدر تشتغل بال Ambient Occlusion بدون مشاكل. بس طبعا ده يعني انت ال Render بتاعك بيكون ابتق شوية. ال Optics اسرع من ال Q ده. يعني لو رحت على System كده. هتلاقي في عندك Q ده و Optics. انا بقى مش حاجة لل Optics. طيب تعالوا كده نشوف بتاعت ال Render ومحتاجين ايه نزبطه. انت عموما يعني في اي interior انت بتحتاج من 512 وانت طالع. نادرا ما بتحتاج اقل من 512. ايه الا ازا بقى انت عندك فتحة كبيرة مثلا يعني فيه اضاءة دخلة جوه الفراه بشكل قوي قوي ممكن تبقى على 3256 كمان. او 250 يعني او بس 256 512 الارقام اللي انا بقولها دي. مش شرط يعني اللي 12 خالص يعني ممكن تخليهم 500 عادي مش هيجرى حاجة. بس هي الفكرة ان يعني اول واحد اتعاود على اللي هي موجودة كانت في اسمه ايه ده في في راي. فالواحد بقى له سنين كان بيشتغل في راي. لوقيت 2016 وبعد كده بقى خلعت منه خالص وراحت الى كرونة رندر. وبقيت اشتغل به طياري يعني اللي هو ايه ببص بس في حاجة جديدة يعني. فنبقى اندردش على حكاية ليه سبت في راي. وراحت الى كرونة في 2016 بعد كده رحت الى بلندر ليه برضو. يعني من 3 ديس ماكس الى بلندر. ففكرة الرندرنج هنا هتلاقي بس ان انت ده السيتنج اللي بيبطق ويسرع الرندر بشكل كبير. يعني هو ده اكبر سيتنج بتقدر انك تتحكم فيه في صورة الرندر. بس انت في عوامل كتير جدا. دي ميزة سايكلز يعني كورونا. يعني هو ميزة سايكلز ان انت تقدر تتحكم فيه بشكل مؤثر. يعني زي ما شفنا في تسريع الكورونا لقينا ان ما فيش جر سيتنج واحد بس هو اللي بيسرع وبيبطق. هنا شبه كده بس لا فيه حاجات بتأثر بشكل كبير. يعني بتخلي فعلا وقت الرندر بيختصر بشكل. يعني كل ما بتفتح حاجات بتلاقي فيه حاجات بتحصل يعني. فانت هنا اول حاجة بتسرع لك الموضوع. الجي بيو كومبيوت. طبعا ده لو عندك كرت شاشة يعني من اول ماكسويل لغايد امبير. اللي هو اخر واحد ان شاء الله اللي لسه ينزل. اللي هو تلاتين تسعين والجي للماندل ده. تمام فانتا اللي هو ده جي بيو كومبيوت. يعني انت عندك كرت شاشة شغل جي بيو كومبيوت اكيد هيكون اسرع ان شاء الله. وخاصة لو كرت بتاعك بيبدأ من عشر ستين. اه لو عشر خمسين والكلام ده مش هتحس بفرق كبير. يعني هو هيبقى اه ممكن يبقى اسرع شوية بس مش لهو سرعة رهيبة يعني. فانت ساعتها ممكن سي بيو بالنسبة لك يكون الطف. فجي بيو كومبيوت ده اساسي. وبعد كده الادابتف سامبلنج تكون مشغاله ده لسه جديد. والدي نويزر بتاعك يكون اوبن ايمج دي نويز. ده بالنسبة للرندر. بالنسبة الفيو بورت هو هيختار لك اوتوماتيك انهي تهي الواحد انسب لو كرت شاشة هيختار اوبتكس طبعا. لو مش كرت شاشة هيختار الاوبن ايمج دي نويز اللي هو بتاع اينتل قم حاول انك تخلي تكون مشغل ايه؟ خمسة. يعني يدي دي نويزينج اه عند خمسة علشان ما تلاقيش الفيو بورت بتاعك ايه اه بيهنق جاملة اه اثناء الشغل يعني. تمام? اه فبعد كده في شوية حاجات advanced دي مش يعني تنفع بس في السي بيو اكتر وفي حالة ان انت قافل الادابتف هتلاقي الباترن بتاعت النوز مسلا في بعض البرامج بتحتاج ان النوز بتاعتك تكون كي فريمد في الانيميشن يعني كل كي فريم يبقى فيه او كل مثلا فريم سوري يبقى فيه نويز باترن مختلفة اللي هي مثلا سوبول او كوريليتد او مش عارف ايه فبتقدر انك انت تتحكم في القصة دي في حالة ان انت ايه لاغي الادابتف سامبلينج بس انا بفضل انك تسيبها زي ما هي يعني في حالة الانيميشن يعني والاوبن دي اميج دي نويز كويس جدا لو انت حاطت سامبلز كافية يعني لو السامبلز بتاعتك كويسة هتلاقي كواليتي الانيميشن لطيف يعني مفيش فليكر والجو الرخيص ده تمام بالنسبة بقى لقصة يعني هو بص بتاعتها بتاعتها بتقصر طبعا بس هو تقريبا الستنجز اللي انا عملها دي كده كويسة جدا لأجلب الحالات بس في بعض الاحيان انت بتحتاج تعلي دول عن كده كمان خاصة لو المشهد في ازاز كتير لو الازاز والشفافية كتير هتحتاج تعلي ترانسبيرنسي دي شوية لو حسيت ان الازاز بيسود يعني في حواف سودة حاجات غريبة كده تعلي ترانسبيشن اكدر ان احنا ندي شوية تفاصيل للارضية يعني انا حسس ان الارضية ملساء قوي يعني ما فيهش اي نوع من انواع ان حد مشي عليها عمل اي ابن لازينه خاصة النوع ده من الارضيات يعني تعالوا كده كده نييه نديها اي افكت سريع ونشوف هل هو هيبقى لطيف ولا لا ان نعمل شفت واي كده بس له وطبعا ايه ان ننظرها في سايكلز ممكن حتى ايه اه الخليها في كحليها في اي في مش وحش علي فكرة في الحاجات دي هنروح عالشايدينج مود ونشوف الايه الماتيريال بتاعتنا ممكن نديه ايه هنعمل كنترول شافتي كده انا بحب احط مثلا حاجة ليه علاقة بالموضوع يعني زي كونكريت مثلا كونكريت بيدي ساعات نورمال بومبس مطيفة يعني للشكل هنروح بقى ايه جايبين كده ويو في كيو برويكشن اه ونخلي مثلا .5 حاجة صغنططة شوية ومسلا 1 1 1 1 ضريف وبعدين هنعمل الايه الاوبر الاوبر اه جروب بتاعتنا النوت جروب دي والايه سوري نخليها كده ونقيدلها بحس ان يبقى فيه راندوميزاشن يعني ما بقاش في حاجة مكررة وبعدين نشيل الباس كالر فهيتبقى النا بس البومب يعني اللي هو ايه النتوقات الخفيفة دي ايوة بس كده شوف بقى في سايكل زهل هي برومننت قوي يعني برومننت شوية فعشان تقلل النورمال ماب بتاعتك تبقى بوينت ون شوية وفيه على فكرة بيخش في البومب يعني فانت ايه بوينت او ون يبقى حاجة كده ايه خفيفة احنا بس عايزين ايه خارباشة خفيفة كده فالا في الارضية يعني ما تبقاش منات قاوي يعني نشيل الباس حتى يبقى بس النوتوقات فقط يعني انا مش عايز منخلي الاسباكولور بتاعنا عالي جدا واكي نشوفه بقى في الفراغ نعمل شافت اي كده نرجع للفراغ بتاعنا و الرفنس طبعا عالي قوي كده بس بصوا بقى دي الخربشة اللي قصدي عليه يعني يبقى فيه فيه كده شوية في الارض بس احنا عاوزين نقل طبعا او نزود الرفنس شوية نخليها زي ما كانت لطيفة كده يعني اعتقد انها كويسة و ندي بقى ايه ممكن نشيل نجرب كده بتدوس ام بيعمل بس بصوا تأثير ضعيف او اعتقد اعتقد يعني الى حد ما او ان احنا نفتح بس نقللو شوية لانه الآن دي هتحسة مكسرة هنخليه بتاعنا بزيرو و نخليه ده كمان يعني يقل شوية يعني شوية خلي خلي النورمل هي اللي تشتغل نورمل كويسة يعني عايزه سموز بس في نفس الوقت فيه فيه الخربيش بتاعت الارضية يعني كان الارضية ايه مش ما شاء الله فلات خالص يعني دي بتبقى بتدي رياليزم برضو في الصورة دي بقى ايه الوصول للواقعية الناس اللي هتقولك انا نفسي اوصل للواقعية او بتاع الواقعية مش شرط تكون حاجة كويسة يعني ساعات بتلاقي نفسك كده بتعمل حاجاتي يعني بتضيع وقت كتير اوه عشان كده بتبقى الانتيريورز بالزات اللي هي انت محتاج تبقى ووقعية او بتاع بتاخد وقت طويل اول اوه وبعند اللي اقت爸 كده نفس الكون اوكي اوه جعله اررر بالفاطئ كل ده عشان بس جبتي سيرة في الاول ماشي خلاص يعني هو للأسف لم şekilde توكّن حتى بتجيب سرته لازم ان انا اعمل ايزوليت كده واجيب الاوبتيكس تاني يعني رندره عشان ده يعني اوعي تجيب سيرة الامبينة اوكلوجين في الفايل عشان ما يعملش الحركة دي في الانتراكتف رندرينج يعني هو بيرندره بس وما فيش امبينة اوكلوجين وما فيش الحكاية دي بس هو بب فدلوقتي احنا الحيطة دي منشوف هنعمل في ايه هنروح عاملين كالعادة نبصوا كده نخليها بواحد اعتقد بواحد كويس هنشوف في ايفي ايفي لطيف يعني هدينا فيدباك اسرع من سايكلز ممكن ياخد وقت شوي ولوان هو ده الفاينل رزولت يعني بس النوتز بتاعتنا مش محتاجة هنخليه يتوم يعني كده اعتقد ايه مدي الاسبلوتشز دي وفي نفس الوقت احنا عاوزين نعمل الاوبر دي مهمة جدا على فكرة بتديك اريحية في بتاع الماتيريال بدل ما تغاضي ايه تلفح حوالي نفسك بقى انك انت تدي ايه الشكل بداعك ايه انا حاسس انها هدية بس ايه شاكك شاكك شوية لحد دمه هو بيعمل بس ان شاء الله يطبقوا الفولكن بقى وايه ونخلص من العذاب ده هو اوكي بس انا احتياطيا ايه هنشوفها في الرندر اعتقد اديني الاروريال لما شايفت ايه قبل ما يفوق يا رب لا ما ملحيتش تاني مش فاهم الفكرة يعني ما انت بترندره يعني انتو يا ريت ما تجيبوش سيرة الامتوكلوشن خلص في الاوبتيكس لو انت معكرت ارتي اكس يعني يعني زي ما انتو شايفين بيبع عذاب يعني انا حاسسها هادية بس لا لا بصوا او ده اللي بقول عليه بص عاملة ازاي قوية ايه وانا لما بقلل يعني دي غريبة ايه دي الحركة اعتقد كده اوكي مدية النتوات بس برضو الرافنس هنشالها الرافنس اعتقد كويسة كده اه ده كده يعني الفكرة بقى ان انت في الاوبار بوليجون ده شوية ببقى في حزة في النورمال عشان كده انا عايز اخف ما يمكن بس تدي من بعيد الشكل بس هو فيه ما شاء الله خط كده معادي يعني مستفزة صراحة فممكن ايه نعمل كده يكسر الموضوع ده شوية ولا ما فيش فرقة ايه مش فرقة شكلها يعني تحس ان ايه 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 خط ما شاء الله ده يخل كده فيه فيه فاصل جامده شوية يعني بس هو ان جنرال ممكن تشيل البوليجون اوبرماب خاصة لو الدنيا خفيفة كده ممكن ايه 0.01 هنروح فين تاني كده مفيش بومب خالص باكد كده تمام ايه كده تمام ايه ده كده مفيش على فكرة مش شرط يكون الافكت باين يعني انت مش لازم عشان تنبسط بالافكت تباينه يعني انت ممكن ايه باقل حاجة خالص تعمل الافكت كويس يعني مش شرط خالص يعني او او بس انا عايز بس الخربيش دي خفيفة اوي عشان تقدي بس اوي واقعية شوية الواقعية سنة اا بس هتقعد بقى تمول حنكش بقى في الصورة يعني انت ممكن اصلا الديزاين بتاعك يكون مش مش اوي يعني ما عجباكش في الاخر بعد العذاب ده كله يعني انت بس انتقول للا لا انا عايز احط صورة احسن من دي مش عارف ايه بتاع يعني كده لا احط ترابيزة اه اشيل البتاع الدهب دي واخط حاجة تانية وهكزا فتعالوا كده ايه نشوف اه النتيجة دي تمام يلا بينا نرندر كده بتاعنا على الايه اعلى شوية لكن بالامانة كده يعني واصراح مفرقتش كتير يعني فيه شوية بامبنس كده خفيفة جدا شوية بامب كده خفيف قوي يعني اعتقد ان احنا محتاجين نعلي اكتر السامبلز لو احنا عاوزين نبين التفاصيل الصغيرة دي اتمنى يكون التوتوريال مفيد بالنسبة للمجال اللي احنا بنتكلم فيه ده زي ما قلت يعني هو كلمة اخيرة في الموضوع ده الغرض من الدرس ده ان احنا نستعرض يعني عمليات البرينستورمينج وكده اكيد دي مش احسن حاجة يعني في انك انت تعمل فراغ بس الى حد ما حاولت ان انا اخد سامبل نقول فيه معلومات كتير اكيد فيه لسه الكلاسيك وفيه شوية حاجات تانية في الموضلينج برضو مستخبية جوا بلندر فاتمنى لكم التوفيق واي اسئلة طبعا في التعليقات ولا تنسونا من صالح الدعاء ونتمنى لكم التوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة